السلام عليكم أخواتي قديري اللبس عليكم اتمنى اتلقى هذا الفيديو بخير على خير اتمنى ان تشاهدوا الفيديو اليوم شكرا لكم تذبعكم القناة و شكرا لتعليقكم شكرا لكم بزيب بزيب يوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد البيسة اللي ازوينا ان شاء الله سنشارك معكم شوميز طويلة تجيه لشكل عباءة يعني انتم عارفين لي شوميز اوفرسايز كي تلبسوا عراضين وهنايا احنا بغيناهم ندروها على شكل عباءة يعني ستكون طويلة ديال المحجابات هنا غلية نخدموها للعرض بلنخدموها بالتنكيس نستخدموها بالتنكيس بحيث ان تكون لدينا الحشية ديالتوب في الأعلى و تكون لدينا الحشية في الأسفل بالنسبة للتنكيس عندي هنا جوجون بالتنكيس كما تلاحظوه انا اقدم معكم التوب هنا يطويس التوب كامل على زوج ومن بعد طويته على 4 وخرجت هنا حتى لم يخدمنا بالطول حسنا البلاصة الأزرار ستاكلنا من التوب وعاد نزيد نحن نريد خطوة كبيرة لا نريد خطوة تكون فيها 36 أو 35 لا نريد خطوة تكون فيها 1040 يعني إذا خدمت بالطول لن تخرج لي العرض حسنا ستنقص لي بلاصة الأزرار هذه اللي ستكون مخرجة من هنا يعني كنخرجوا الدوفات كنخرجهم بوحد 6 سنتيم هنا البنات كنت تخدموا بالكارو حاولوا انكم تقاددوا توب ديالكم مهم هنا انا قاددت واحد جيال فقانية قادلية جيال تحتني المهمة كنقاددها كنحاول انني نمشي معدوك الكاروية مع الزواقة كنمشي مقادد معهم باش هكوم مني كتني ودكتنية ديال الأزرار كيجيكم دكتاماتول كيجيكم دكتناسق في البياسة مهم هانتوما كيما تلاحظوا هنا عندي العويجج هنحاول انني نقاددوا بهتشكل هاد يعني كنمشي مع الخطة البنات كيما قلت لكم انني كنت لبس بياسة ما كيبانش عندنا هذوك العويجج في الخطوط يعني كيبش هذوك الخطوط مقاددين بالطول مفهم؟ مهم هنا كنقطع باش كنقادل البياسة ديالي بهتشكل هاده هنا هنا الضوفات هنا الضوفة الليولة هنا الضوفة الثانية هنا طويت التوب على ربعة وخرجت 6 سنتيم ديال الأزرار اللي غناخرجها للطول ديال بيازة هنا بالنسبة للطول ديال بيازة فغديت انا العرض ديال التوب كامل انتو ما كتختاروا الطول ديالكم اللي غادي قد كن بدول فصلة ديالنا خرجنا 6 سنتيم هذي نخدمه الكاتف عندي 19 سنتيم هنا الحشيارة غدا الحيدة يعني ما غناخده في العبار هنا كيما كتلاحظوا عندي في الطول ديال توب رطويل في العرض ديال توب رطويل فشي متر و 60 مهم هنا يا البنات حددت الكاتف نحدد دورة العنق ثمانية على جوج هنا كنديروا بنات على جوج حيث نديروا كل أوفيسي وغادي نديروا الكثيفات طيحين هنا ما غاديش ناخده ثلاثة هنا وانما غادي نزيدوا 14 سنتيم ديال الهبطة ديال الكتاب بالنسبة لبنات 14 سنتيم فهي قاعدة هنا زدت 14 سنتيم ديال الكاتف وغدا نهبط هنا بثلاثة سنتيم كما قلت لكم انا النمر اخدش في الحشية يعني ممكن اخدش في العبار ديالي انتوما لكن عندكم طول مثلا متر و خمسين و سيدة طويلة او لهذا ممكن انكم تاخدوا الحشية تستفدوا منها في الخياطة هنا نهبطوا بـ 24 سنتيم 25 سنتيم هنا الربع العادي عدنا 28 سنتيم عندي 28 سنتيم هنا اعطى 24 سنتيم 34 سنتيم في العرض في هذا في العرض يصدر كافيني اعناية من جسب البياسة فرح كافي سوف يحدد بهذه الشكل هذا النقطة ديالي وكنلاقي الجهة ديالكم كنجي هنا يا البنات باش ندير واحد تقويرة اللي صغيرة البنات غير صغيرة كنخرج هنا بـ 1 جوز سنتيم وكنهبط بـ 4 سنتيم بـ 4 سنتيم وكندير هنا واحد الغوم غير بشكل جري هاد دخيلة بهذه الشكل هاد صفي هاد النقطة هاد اللي حددت هنا هيا غدا نصيلها بـ جليل غدا ناخد 40 سنتيم في جليل ممكن تاخدو قل حقش هنية السيدة اللي بغات الخطوة كبيرة اما بالنسبة هاد الموضع ممكن تاخدو الـ 35 أو 36 فراها كافية غدا نجي هنا هيا كما تاخدو الجليل غدا ناخد العبار ديالي بهذا الطريقة هاد غدا نحاول انه نضي الخط ديال ديال هيا الدخل اللي حددت الفوق غدا نضيها لجليل بنسبة الجليل غدا ناخده مبعد طريقة هادي ناخد 40 سنتيم حدد 40 سنتيم ديالي بعد شكل هادا صفي هنا من بعد غدا ناخد هاد النقطة هادي ديالجليل غدا نضيها النقطة اللي حددت في الأعلى كما كتلاحظوا بهذا الشكل هادا ناخد المستارة ونحاول انه السطر ديالي يكون مقاد بهذا الشكل هادا ممكن نحاول انه مقاد بهذا الشكل هادا مقاد او نضيه السطر سترطبانيشان ونضيه الفتيحة السهنة سوف نضيه الفتيحة الممتومة معايا صفي بهذا الشكل هادا ناخد المرقس باش نقطع ديما في التقطعها البنات تحاول انكم تخليوا الطراسج وتقطعوا من فوق الطراسج يعني حاولوا دائما تخليوا واحدة شوية حق السرجة حق السرجة حق الخياطة يعني ديما تخليوا في البياسة تتحرك يعني ما تدلوش شو لكان عندكم توب زايد يعني لكانت توب عارفين وغادي شاك فحاولوا انكم تخليوا البياسة مرحة يعني ما ت... إلا لكان عندكم توب حدو قدو او لخفتو انه توب يقدكم شذيك ساعة اضطروا انكم تاخدوا العبارة ديالكم هما هادوك اما لكانت توب شاك فخليوا البياسة مرتاحة يعني ما تقتلوش شوية حدو قدو سوف نقطع بهذا الشكل هادا كين بكتلاحظوا كين بكتلاحظوا هنا عندي الكل هنه غادي ندوز الجليل البنات بالنسبة الجليل غادي نحاول انه ندلو حد تقويرة هنا هنهي غادي جي واحد لغوم كنطلع هنا هنطلع بواحد لعشرة سنتيم او 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 لعشرة سنتيم بتشكل هادا واحتفجي هالاخرى يعني باش كنخدموه واحد لغون اللي كتجي اه كتتعطي واحد الجماليين هاد اللي في ميزادو صافي بهالطريقة هادى ده بغن نحيد الحاشية نحيد فقط الحاشية ننخلي الطول كامل نحيد فقط الحاشية سمح لي بالنسبة للبيصر فيها مترو خمسين مش مترو ستين اتفكرت فيها مترو خمسين اه طول دي العرب ديتوب فيه مترو خمسين صافي بهالطريقة هادى بغن ناخد ضوفة بعد شكل هذا هنحدد ديك ستا سنتيم ديالي ديال الازرار وغدا نهبط بثمانية سنتيم وغدا نهبط بثمانية سنتيم ونضر تقويرها ديالي ديال دورة العنق بعد شكل هذا من بعد غدا نتني ديك ديكتانية الازرار حاولو انكم متقطعوش ليشال باش بنيتبوغوت فينيو والتلياد الازرار تلقاوو التوب ومهديت طريقا موما دي بغدا نقطع انا 2-3 حتى وغدا نقطع بهتشكل هذا كما قتلاحظو نحتفظو باب حل ما هاكو حتى كان فينيو هنا غدا نهبط بوحدة سنتيم في الكاتف وغدا نمشي ميلا هنا في الامام ديال ديال التركيز بهالطريقة هادي باش كتزاقني واحد شوية عندك شوية نقصه من فوق يتزاقني من ثمه صار في بهالطريقة هادي كنكون ساليت الامام والخلف ديال بياسة هادي غدا نحتفظ بالكو الحدايا حيث غا نحتاجوه من بعد وغدا ناخد وحد ناخد طرف ديال توبلي شاطلية باش نخرج الأكمام بالنسبة للأكمام ناخدوا العرض ديال ديال اللي لديرس نف التركيز سوف نخد القياس من القياس الخديسة هنا هنا 24 سنتيم ثم نحاول ان يناخده في نفس الوقت كنشوف هنا وش عندي العرض حقاش هنا غايجوني شادين في الدورة ديال لكم يعني كنرد البل هنا وش عديد تيسا يعني وش عديد القياس كبير هنا غادي نحدد 24 سنتيم ونبعد نحدد طول ديال لكم ثم الطول ديال لكم كيفش كتحدو 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 14 سنتيم ديال هبطة ديال الكتاف باتشكل هذا ونحايدو 15 سنتيم ديال البانضة ديال لكم هي هادي البانضة اللي غنقل هنا ايا وانا عندي فطول ديال لكم 61 سنتيم هادا كشلكي بقالية من 61 ووليك نحدد به الطول ديال لكم زائد سنتيم بذلك الخياطة طب طب تلحكي تزد 1 سنتيم او لجزة سنتيم ديال الخياطة صافي من بعد كنقطع بهالطريقة هادي هادي شكل هادا من بعد غدا نجي هادا الجي هادي لكم غدا ندخل بهالطريقة هادي ونضيف خط مائل بها الطريقة هادي دروا كدروا الدخيلة فيكم صافة دولكم ديانة دابة هنا ايه اشحل اعطيتني اعطيتني مهم 22 سنتيم كافي يعني باش انا نضيف واحد البلياز اللي غادي جني على البانضة ديال لكم هنا غدا ندوز الطرف ديال توب اخر باش ناخد الدورة ديال لكم اللي عندي فيها البانضة كما كتلاحظو كتاخدوا الدورة ديال لكم اخرجت لي انا 26 سنتيم عادي ناخد يعني 13 سنتيم 13 سنتيم بهتشكل هذا ومن البدع ناخد 10 سنتيم ليش 10 سنتيم عادي خمسة زائد خمسة حيث تبغى نتنيع لازوجي يعني هنا يرى عشرة البانضة حلولة اما مني كتتليوها كتتكو بغلها 15 سنتيم وزيدو سنتيم للخياطة بطبيعة الحال في هات الشكل هادا هنا البنات عندي جربانضات هما هنا عندي جربانضات كتجيبها الطريقة هادي وكنديرو واحد الصديفة الهنايا كتجيبها تشكل هادا عش نوضح ليكم عند شوما كتجي للكم بها الطريقة هادي وكنخدمون البليات في رزي لكم المهم دابا غادي ندوزل الكل غادي نخدمو كل اوفيسي وكل شوميز يعني عاجينا للاسق في الكول يجينا كل اوفيسي والفوق غاي يجينا كل شوميز شاتفي المهم هنا غادي ننقضو الكل أمام الخلف وغادي نعبرو هنجح لعدنا هالدورة هادي عندي هادي ننقضو بها الطريقة هادي هادي لقيت انا هنهية تسعود سانتيم تسعود سانتيم بها تشكل هادا نجيل الدورة التانية ديال الامام الدورة الامام هادي كان عبرها تهي بها الطريقة هادي بالنسبة الامام تهو كناخد لي العبار ديالو كنتني بعضها هاد زيادة ديال ازرار حيتي هي كان عبرها حيط الكل اوفيسي غاي وصني تلتمة المهم لقيت هنهية لقيت اه كنزيد ديقجو سانتيم اه انص ديال الامام مهم لقيت هنه في التوتال كامل ار في الامام لقيت 17 سانتيم وفي الخلف قيت 7 سانتيم هي 26 سانتيم مفهم؟ 26 سانتيم بهتشكل هادا هنقيتها 26 سانتيم كنزيدو هادي تنية هادي كنحيدو سانتيم للخياطة تحيطينها هي 6 سانتيم زدنا في الازرار مني كنتني وعلى جوج يعطيني ثلاثة سانتيم وكنكن نحيدو سانتيم دلخياطة كتبقى لنا الجوجونس فون صافي بهاد شكل هاده ده بغلني ندوزول فصالة ديال الكل ديالنا كنا اخدو حد طرف ديال التوب كنتني علاجوج كنتني علاجوج بهاد شكل هاده ومن بعد كنتني علاجوج بهاد شكل هاده بهاد طريقة هاده بحيث هاد القياس هاده يعطيني كتر من ستا وشرين يزادني واحد سانتيم اولا جوز سانتيم هي القليلة هنا المهم اعطتني سبع وشرين كافياني بالنسبة حيث غنزيد غير سانتيم مهم هانتو ما معي هتشوفوا الطريقة بهاد شكل هاده عادي ناخد اول حاجة العرض ديال الكل ناخد ربعة سانتيم ثلاثة سانتيم زائد سانتيم ديالخياطة هي ربعة سانتيم بعد شكل هاده من بعد غدا نحدد تسعو تسانتيم ديالي ديال تسعو تسانتيم ديال الخلف تسعو تسانتيم بهاد طريقة هاده تسعو تسانتيم بالنسبة لبنتلخفتو ان الكل ميجيكم شو هاده في التوب ديلو في الوراق قاعدة بش حطوه على التوب من الاحسن بش تعرفوش كديره من بعد غدا نزيد العبار ديال الامة يعني المهم التوتال كامل خاص يكون عندي السعو تسانتيم اللي لقيت السعو تسانتيم بهاد شكل هاده كنجي هنا يا البنت كنطلع بواحدة سانتيم كنطلع بواحدة سانتيم بهاد طريقة وكندخل بسانتيم كماشته وكنجي من الاسفل كنطلع بسانتيم يعني كنلعب غرب سانتيم كيما كتلاحظو هنايا كنجي المنتصف وكندي الخط ديالي لدك سانتيم اللي طلعت به وكنجي هنايا تاني وكنطلع لدك السانتيم اللي طلعت به بهد شكل هاده وكندوز على ديك النقطة اللي حددت في اللول وكنقور بهد طريقة هاده سافية وكنقطعه كيما قلت لكم شو ما يحاولو انكم تديرو في الورق يلا خفتو انكم متعرفوش ترسيو على التوب بهد شكل هاده سافي انا يقطيت بهد طريقة هاده كتبيني يكون واضح سافي هنا يحدث انا يخدمت بالتوب مزدد من من ثمة غير غنفتحو بهد شكل هاده وصافي دا بعدين كيما كتلاحظو هنا غير كنقاد الكل دا بعدين دول اندوز عفوان اندوز الكل اللي غيكون في الاعلى حيث هده اللي غيكون لاسقلية في البياسة واللي غيكون في الاعلى هو الكل شوميز اللي غادي ندروه في الاعلى توا بنفس الطريقة كنشدتو كنتنيه على زوج بالحق هدا كندير فيه العرض بزاف حيث غنحتاج العرض من اللي تحتو من الفوق وكنتنيه من بعد على على اربعة المهم كنتنيه بتها الطريقة على اربعة كنجيه هنا عيه ها ها اه ثم نضيف 5 سنتيم في العرض 5 سنتيم كما تلاحظوه بقلية بقلية تتوب من التحتي يعني ما تديروش بحل الأول تخلوه للحشية ثم نحدد 5 سنتيم 14 سنتيم ساية سنتيم للخياطة ها هي حددتها بها الطريقة هذي كما تلاحظوه كنت راسية بعد شكل هذا ثم نحدد 9 سنتيم نضيف من الجيل الخلف كن هبط هنا بقنات بـ 1 سنتيم بها الشكل هذا كن بطبيعة الحال الخط مقدم هنا كي يبلي كن بالتبشر و مقص كن انا نحاول ننقاده و مقص يعني انتم كما قلت لكم نحاولوا الديرو في الورق حسن لكم كنطلع هنا بـ 1 سنتيم و نخرج نخرج بجوش تسانتيم نخرج بجوش تسانتيم من هذه النقطة سوف نتراسي بهذا الشكل هذا يعني رم فهم تبعوا غير ذاك شي اللي نقول وحطوا التوب قدامكم وطباشر في يدكم السانتيم وتبعوا ذاك شي وحطوا ذاك شي اللي نقول لكم يعني رم فهم ما رمكين شي تحقيدات غير انا صراحة البنات كيعجبني نخدم على التوب انا ما كيعجبنيش بزاف نخدم بالباتخون في الوراق و هذا بديوش حط صراحة ما كيعجبنيش هكوك يعني كل واحده الطريقة ديالو انتوما لك كان كيعجبكم تخدمو في الباتخون او لا خفتو انكم تنجموش راسكم على التوب حاولو انكم تخدمو في الورق بحال هاد الكل هاد خدمو في الورق وحتافو به و بقود يمدلو نفس القياسة بججي ما يخرج لكم نفس الكل مهم هادا كل اوفيسي وهنا يلكون هانتو ما كيفش كيجيني كيجيني بهه الطريقة هادي كل شي غشوفو في الطريقة هاد الخياطر هاديج اخدمتو معاكم و ان شاء الله نخدمو معاكم تفادي الفيديو ان شاء الله المهم هنا هادي ندوز الجياب بالنسبة للجياب ما غندي رش بجوجهم التحت اولي بجوجهم الفوق غندي الواحد الفوق يجي على السطر وواحد الفوق بالنسبة للقياس قدرت تسعود في الول وكن غنقص من بعد قدرت تسعود في العرض يعني التوب هنا مطني علازوج تسعود الى 20 سنتيم تسعود الى 20 سنتيم تسعود الى 20 سنتيم قطعت بهت الشكل هادا يعني الطول ديال ديالجيب خديث 20 سنتيم زائد سنتيم دلخياطة اولا جوز سنتيم بطبيعة الحال غير هنا يا بالنسبة للعرض غيجيني عريض بزف غير مقصة مقص من نص قريبا 1-4 سنتيم بشاكم يجينيش عريض مهم هادا غيجيني التحت سيكون كبير شوية على الفوقاني هنحاول انا ننقص واحد شوية هنا غدا تكون في الخياطة بطبيعة الحال والتنية هنا بللي عريض البنز اذا كشيلاش غدا ننقص 1-4 سنتيم يعني كتفي خدو في غرشي 6 سنتيم اولا 7 سنتيم الى 21 يعني سنتيمت الخياطة 6 سنتيمت الخياطة والتنية ديالكم هنا البنات غادي ندير ذيك الغيطاء ديال اولا الشابو ديال ديال بشاة اليسمية ديال الجيف ناخد توب مثني الى زوج بهتشكل هذا توب هذيك البنات توب اللي غادي ناخد بيه شابورة بتا هو الى جوج بتا هو نفس العبار ديال العرض نفس العبار نفس العبار كنحدد المنتصف وكنجي هنا نهبط في الجناب 9 سنتيم يعني العرض دياله 10 سنتيم صافي بهتشكل هذا من بعد غضا نتراسي ونقطع بنفس الطريقة غضا نخدم الجيب تاني غير هو نديره صغير شوية المهم القيز ديال الجيب المناسك تديره اختيار يعني لحسب انتم الكبورية ديال الجيب اللي بغيته بالنسبة لها الجيب اللي خدمت معكم ده بغي يكون التحت يعني درسوا كبير شوية اما بالنسبة للجيب الاخر اللي غدا ندير الفوق يكون صغير شوية عليه مفهوم يعني هذا تديروا المقاسات اللي غايجي وكنتمو اللي غايجي وكنتمو بالنسبة للجيب تاني ما اخديتوش كبير بزر اخديت فيه سبعة على 18 سبعة على 18 بهتشكل هذا صافيوكن قطع بالطريقة هذي نحن نضغر كنقعدت بهتشكل هذا حتى هذي الشابو دياله تقوم بنفس طريقي كل نفس العرض تجيب بها الطريقة هذي كنقع هنين مو يمر عدي جوش طرفة ديال الجيب تقوم بنفس الشكل نضغر نفس العرض بها الطريقة هذي حدد المنتصف وكن هبط هنين بخمسة ولسا يعني لحسب الكبورية ديال الجيب كس هبطه صافيوكن نقطع بهتشكل هذي صافي هنين كنكون سالية البياسة ديالي كاملة كنتمنى ان الشرح ديال البياسة يكون فهم وتكونوا استفتو من الفيديو المهم هنا يعمل البياسة ديالنا باش هكا اتوضح لكم الرؤية مزيان جياب البياسة المهم كل شي قدامكم كنتمنى ان الفيديو تنال اعجاب ديالكم وتكونوا استفتو منها سنوني ان شاء الله في فيديو الماجي السلام عليكم